مفهوم الاتصال الشخصي ما هو مفهوم الاتصال الشخصي؟ الاتصال ونقل المعلومات من طرف إلى آخر بحيث تسمى الطرف الأول المرسل والطرف الآخر المستقبل عن طريق قناة أو وسيلة تسمى قناة الاتصال إذن هي عملية تبادل للمعلومات الأفكار بين شخصين أو أكثر قد يكون شخصين وقد يكون أكثر قد تكون مجموعة قد تكون هذه المجموعة كبيرة وقد تكون صغيرة هذا مفهوم الاتصال أيضا هناك أهداف الاتصال الشخصي أهداف الاتصال الشخصي هل الاتصال الشخصي مهم؟ مدام هو مهم ما هي الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال الاتصال الشخصي لو أجرينا الاتصال الشخصي ما هي الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال هذا الاتصال طبعا التبادل للإكسجينج قلنا بداية أن تعريف الاتصال هو عملية أخذ وعطاء بشكل مختصر أخذ وعطاء تبادل المعلومات بين طرف وآخر مرسل ومستقبل ثم تصبح طريقة عكسية ليصبح المستقبل مرسل وهكذا إذن هي عملية تبادل للأفكار والمعلومات والآراء بين طرف وآخر هذه عملية التبادل هي خاصة بالأشخاص ومن سمة الأشخاص التبادل تبادل الأفكار تبادل الأراء تبادل المعلومات ثانيا التبليغ يقصد بها إيصال الرسائل من طرف إلى آخر سواء كان فرد أو مجموعة قد يكون فرد يوصل أفكار إلى مجموعة زي ما نقول أنه عندنا المستوات الإدارية المختلفة إدارة عليا وصة وتنفيذية تتخذ الأوامر أو تصدر الأوامر من قبل الإدارة العليا تتخذ القرارات في الإدارة العليا تصدر هذه الأوامر والقرارات لإدارات أخرى معنية بها كيف تصل هذه عن طريق التبليغ تصل إلى الإدارة الوسطى إلى الجهة المعنية ثم الإدارة الوسطى تحولها إلى الجهات الأخرى المعنية التي تكون تحت قيادتها إذن التبليغ ثالثا التأثير التأثير يقصد به زيادة عدد الأفراد المؤيدين لفكرة معينة من خلال مناقشة هذه الفكرة ومن خلال الاتصال وتقليل الفجوة التي يلقى بين الطرفين المتعارضين وزيادة نقاط الاتفاق فيما بينهم نتيجة عملية الاتصال إذن عملية الاتصال تقودع إلى التأثير الإيجابي زي ما قلنا عملية التوجيه لأحد عناصر العملية الإدارية تقوم على التأثير تأثير الرئيس على مرؤوسي ومدى تأثير هذا الرئيس على مرؤوسي في إيصال فكرة معينة أو تقريب وجهة نظر معينة فوائد الاتصال الشخصي ما هي فوائد الاتصال الشخصي؟ للاتصال الشخصي فوائد متنوعة منها الاستمتاع يلجأ كثير من الأفراد إلى التواصل مع الآخرين من أجل الاستمتاع طبعا نحن نكثر من الاتصالات الشخصية لأنها ممتعة فهذا النوع من الاتصال هو أحد أنواع التسلية التي نمارسها باستمرار بانتظام إذ أنك تجد أن الواحد مننا يتصل بصديقه ليخبروا عن موقف مهم موقف طريف يتجاذب الآخرين مع زملائهم في العمل في الفريق الواحد أو بعد انتهاء محاضرة معينة إلى الاستماع إلى ما حدث وما كان طبعا هنا صار عندنا اتصال من أجل الاستمتاع اتصال من أجل الاستمتاع للترفيع عن النفس وتقليل ضغوط العمل ونسيام بعض المشاكل والمتاعب اليومية يلجأ الآخرين إلى الاتصال ببعضهم البعض السعادة الشخصية ما هي السعادة الشخصية طبعا يسعى جميع الأفراد إلى تحقيق درجة كبيرة من السعادة الشخصية ويختلف معنى ذلك ودرجة هذه السعادة عند الأفراد باختلاف الأفكار العادات التقاليد الطموع المواهب المراحل العمرية الجنس طبعا صفة عامة السعادة تعني وصول الفرد إلى درجة من الرضا الوظيفي والاتمئنان النفسي عن أفعاله عن سلوكياته عن أكواله إلى آخره فالسعادة الشخصية تأتي من خلال الاتصال الفردي تأتي من خلال الاتصال الفردي الانتماء وما هو الانتماء؟ طبعا من فوائد الاتصال تحقيق الانتماء ما هو الانتماء؟ أن تنتمي إلى فئة معينة كحاجة الإنسان إلى الانتماء إلى طائفة دينية عرق معين انتماء إلى عائلة إلى وظيفة إلى مجتمع كفرد من هذا المجتمع أو إلى مؤسسة معينة إلى منظمة معينة إلى شركة معينة والانتماء بالطبع كثير بالنسبة للإنسان لذلك أصبحت انتماءات متعددة وذلك لكي يشعر بقيمة وجوده في هذا المجتمع والدور الذي يقوم به ويمثل من خلال هذا المجتمع على سبيل المثال الحاجة إلى القوة لكي يميز في العمل كالخبرة إلى آخر الحاجة إلى الحرية مثل الحرية في اتخاذ القرار الحاجة إلى الترفيه للترفيه عن النفس وممارسة الهوايات كل هذه حاجات من حاجات الإنسان فحاجات الإنسان من الحاجات الأساسية والرئيسية في حياة البشر إذ لا يستطيع الإنسان كما ذكرنا سالفا أنه يعيش بمعزن عن الآخرين يعيش بمفرده فعلى سبيل المثال نحن نتناول وجبة الطعام مع أشخاص نستمتع بأوقاتنا مع مجموعات أخرى نسعى للتحصيل العلمي مع مجموعة أخرى نتشوق إلى العمل بعد التخرج مع مجموعة أخرى إذن انتماءاتنا متعددة انتماءنا إلى المجتمع من حولنا هو في الحقيقة مطلب أساسي لاستمتاعنا في هذه الحياة ولكي نشعر بمعنى هذه الحياة من خلال الانتماء فالانتماء شيء أساسي في حياة الإنسان ويكون ذلك من خلال الاتصال الشخصي الهروب الهروب صفة الهروب طبعا يحقق الإنسان الهروب من خلال الاتصال الشخصي وذلك للتخفيف عن الشخص لأن أعباء العمل عديدة فيكون الإنسان بين الحين والآخر بالاتصال الشخصي ببعض المقربين إليه للهروب من زحمة الدنيا وأعباء العمل لكي يشعر بنفسية جديدة لكي يرتاح لكي يبعد عن موقف معين ثم يعود يتناول هذا الموقف من جديد لذلك نرى أن صفة الهروب يمكن أن تحدث من خلال الاتصال الشخصي بحيث يرجع الشخص بعد عملية الترفيه بفكر جديد بروح معنوية جديدة وهكذا أيضا الاسترخاء ما هو الاسترخاء؟ الاسترخاء هي صفة بعد العمل المتواصل والتعب والعياء يحتاج الفرد ليتواصل مع الآخرين من الأهل من الأصدقاء لكي يأخذ قص من الراحة ثم يجدد هذا النشاط ويشعر بشعور جديد ثم يعود من جديد بنفس النشاط الذي بدأ به العمل وبالتالي يحقق صفة رفع الروح المعنوية يكمل عمله بطريقة أفضل وهكذا السيطرة السيطرة حاجة الإنسان للسيطرة حاجة أساسية فنلاحظ أن مجريات الحياة وواقع الحياة التي تحدث أمامنا تدعو إلى التواصل مع الآخرين قد يكون هذا التواصل في صورة شخص يسيطر على شخص مستوى يتحكم في مستوى آخر إدارة تتحكم في إدارة أخرى الرئيس يتحكم في مرؤوس هكذا فالعلاقة بين الرئيس والمرؤوس نلاحظ أنها تقوم أحيانا على السيطرة على القوة على النفوذ أو العكس العلاقة بين الزوج والزوجة تقوم على ذلك بعض الأحيان أو العكس فالإنسان إذن بحاجة لأن يشعر بأنه مسيطر ولو لبعض الوقت ولو على أبنائه هذا يزيد من الثقة ويرفع من معنويات الشخص وقد يكون أيضا مسيطر عليه في العمل لكن يشعر بأنه هو المسيطر في بيته إذن هناك علاقة تكافؤية يمكن ذلك من خلال الاتصال الشخصي تحقيق الإطمئنان ما هو الإطمئنان؟ إنه يعيش حياة مستقرة من خلال الاتصال تزول العقبات والخوف أو القلق في أن يصدر منك تصرف معين مخالف للعادات أو مخالف لما هو متوقع يفقدك الثقة بالنفس فالثقة بالنفس أساسية ما هي الثقة بالنفس؟ هي الاعتقاد في أن النفس قادرة والركون إلى هذه النفس والإيمان بها وهذا ما يحققه التواصل والاتصال أيضا التوافق الاجتماعي ما هو التوافق الاجتماعي؟ من فوائد التواصل بين الأفراد والجماعات تحقيق التوافق الاجتماعي طبعا التوافق الاجتماعي للصلاة الاجتماعية التي تحدث بين الناس نتيجة تقاربهم في الأفكار في الميول في الرغبات في وجهات النظر المختلفة إذن يمكن أن يحدث هناك توافق اجتماعي من خلال الاتصال الشخصي الألفة والمحبة طبعا الألفة والمحبة هي ممكن نسميها الإحساس بشعور دافئ تجاه أشخاص آخرين نحترمهم نعتني بهم نعطيهم أكثر ما عندنا حتى أسرارنا المشاعر والأمور التي لا يمكن أن نعطيها إلا لهم من خلال العلاقة الحميمة بين الأطراف علاقة بدون فواصل أو حواجز تميزها عن أي علاقة أخرى يشعر الشخص بترابط روحي بين شخصيته وشخصية أخرى هذا يمكن أن يحدث من خلال الاتصال الشخصي الاستشارات طبعا الاستشارات شيء أساسي ضروري في حياة البشر طبعا من خلال الاستشارات والمستشارين يمكن الحصول على المعلومة الصحيحة ذلك لأن الاستشاريين لهم الخبرة الواسعة في مجال الأعمال لذلك ناخد استشارة جاهزة لتجنب الوقوع في مشكلة معينة أو لحل مشكلة معينة بطريقة أفضل من خلال الاستشارات وذلك من خلال الاتصال الشخصي التخلص من الأمراض ما هي الأمراض هنا لما نتكلم في الأمراض هي ليست أمراض أو مرض عضال قد تكون أشد لكن الأمراض هي أمراض نفسية كيف نتخلص من الأمراض النفسية كالقلق التوتر الإحباط الاكتئاب الخوف كل هذه الأمراض لو كان هناك اتصال لما كان وجود مثل هذه الأمراض إذن عملية الاتصال الشخصي تحجم مثل هذه الأغراض وتنهيها لأن الإنسان لو عاش منعزل عن الآخرين يصاب بمثل هذه الأمراض إذن عملية الاتصال تحجم هذه الأمراض وتقلل منها ترجمة نانسي قنقر